مع هاي عشر أمور هي السبب لمحو الذنوب أولا التوبة قال الله وإني لغفار لمن تاب والنبي في البخاري قال يا عائشة إن العبد إذا تاب تاب الله عليه اتنين الاستغفار قال نوح لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفار اتلاتي الحسنات يعني أعمال صالحة قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أربع الصبر على المصائب قال النبي في الصحيحين ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به من خطاياها خمس الخطى للمساجد لأن النبي في صحيح مسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال النبي إزباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلام ستة دعاء المؤمنين لك يعني بعد ما تموت المؤمنين يدعو لك النبي في صحيح مسلم قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا نفعهم الله فيهم سبعة أعمال الخير للميت مثل ولد صالح يدعو لك أو يتصدق أو يصوم عنك لأن النبي في البخاري قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه اتماني قراءة القرآن لأن النبي في صحيح مسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه تسعة شفاعة النبي لأن النبي قال شفاعة لأهل الكبائر من أمتي عشرة رحمة الله وعفوه قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك هذا والله أعلم سلام عليكم